امر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل ما يلزم من اوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لسيدة مسنة كانت تقيم في احد الشوارع الى جوار محطة متر الانفاق سعد زغلول بوسط القاهرة وقد علم الرئيس باستغاثة السيدة المسنة التي تم تداول قصة معاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجه الرئيس الاجهزة المعنية بلط مئناني على مستوى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها على الفور امرأة عجوز تبدو في الثمانين من عمرها اتخذت من الارض مستقرا لها بجوار احدى محطات متر الانفاق بالقاهرة لتتلقفها موجات السقيع والشتاء القاسي صورة تهتز لها الانسانية ولاقت ردة فعل فورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي امر بتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية واجتماعية لهذه السيدة المسنة وعلى الفور قامت الاجهزة المعنية بنقل السيدة صفية في سيارة اسعاف لاحد المستشفيات لاجراء الفحوصات الطبية للا يطمئناني على صحتها ورعايتها كما توجهت حملة من وزارة الداخلية الى المستشفى وتم استحابها الى دار رعاية وتوفير كافة سبل الراحة لها ولم تكن هذه هي المبادرة الانسانية الاولى التي تبناها الرئيس السيسي خلال بعض المناسبات او لقائه بالبسطاء من الشعب وامر بعلاج التلميذ محمد اشرف على نفقة الدولة تلبية لنداء والدته كما ظهر بوضوح دعم الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات الخاصة وجهوده لدمجهم في المجتمع ومع تعدد مبادرات السيسي الانسانية خرجت الى النور مؤخرا مبادرة هي الاولى من نوعها تحت عنوان توفير حياة كريمة لكل المصريين حياة تتوفر فيها كل مقومات العيش بكرامة وبيئة صالحة للعمل والانتاج واستشراف المستقبل وفي سبيل ذلك تم اعداد قوائم بالقرى الاكثر فقرا للانطلاق في تنفيذ المبادرة التفاعل السريع للرئيس مع قضية السيدة صفية تحمل رسائل انسانية تنطوي على ضرورة التحرق السريع وعلى جميع المستويات لإواء من لا مأوى لهم وتوفير الرعاية لهم كواجب وطني والتزام مجتمعي